بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الشيخ محمد حسين النائيني رائد الفكر الديمقراطي الإسلامي في كتابه تنبيه الأمة وتنزيه الملة الشيخ محمد حسين النائيني الذي توفي سنة 1936 للميلاد هو رائد الفكر الديمقراطي الإسلامي في كتابه الرائع تنبيه الأمة وتنزيه الملة في خضم المعركة الفكرية والسياسية الساخنة أيام المشروطة أو الحركة الدستورية الديمقراطية في إيران قام عدد من العلماء بالتنظير للديمقراطية في مقابل النقد العنيف الذي كان يوجهه لها أنصار المستبدة والذين كانوا يعتبرون الالتزام برأيه الأكثرية حراماً وبدعاً وكان الشيخ فضل الله النوري الذي وقف إلى جانب الشاه المستبد وإلى جانب الاستبداد بعد أن كان هو ضمن حركة المشروطة التي انشكت لقسمين المشروطة بصورة عامة والمشروطة المشروعة ورفض الشيخ فضل الله النوري الدستور والاحتكام إلى الأغلبية والمساواة بين المواطنين وما إلى ذلك بالمبادئ الديمقراطية وقال من يؤمن بالدستور الذي يسمىه كتاب الظلالة فهو مرتد أو كافر في مقابل هذا الشيخ وبعض المشايخ الآخرين في طهران الذين وقفوا إلى جانب الشاه المستبد كان لدينا الشيخ محمد كاظم الآخند الخراساني المرجع الأعلى في تلك الأيام الذي حارب الشاه محمد علي الذي ألغى الدستور وضرب مجلس البرلمان قصفه بالمدافع الهاون وأعلن الحرب عليه حتى أسقطه أسقط هذا الشيخ محمد علي وتابع مسيرته لأنه صارت معركة فكرية استمرت المعركة الفكرية أن الديمقراطية حلال أو حرام والفكر الشيعي كان يتطور هذه مرحلة من مراحل تطور الفكر الشيعي والفكر الإسلامي بعموما نفس المعركة كانت موجودة في تركيا السلطان عبد الحميد الثاني الذي قبل بالدستور وإجراء انتخابات سنة 1867 عاد فألغى الدستور بعد سنة من أقراره وأعلن رفضه وقال أن هذا الدستور يتعارض مع الإسلام وتعارض مع الشريعة الإسلامية نفس الشيء حدث في إيران ولكن الشيخ محمد حسين النائني إنه هو أستاذ الخوئي وأستاذ عدد من مراجع الشيعة في القرن العشرين هذا نظر إلى الديمقراطية وقال كيف الديمقراطية حلال أو ضرورية أو واجب مثلا وقالوا ذو العلماء الشيخ النائني ومجموعته وخطه قالوا أن الديمقراطية جائزة إما جائزة أو واجبة من باب مقدمة الواجب حسب المعادلات الفقهية والقواعد الفقهية لأن الديمقراطية هذا قوله لأن الديمقراطية سبب للرفاح والتقدم والأمن وكذلك من باب الأحكام الثانوية أيضا هذا باب مدخل للمجتهدين والفقهاء وأن النواب خبراء في السياسة وينتدبون لتحديد القوانين الثانوية ليس القوانين الأساسية في الإسلام لا القوانين الجديدة الثانوية ومن باب الأمور العرفية لا ما يتعلق بالصلاة والصوم والحاج والزكاء لأنه هذول يشرعون ضد الله مثلا كما يقول السلفيون من الشيعة والسنة وأن النواب ينظمون القوانين خارج دائرة الشرع يعني في إطار اللي هو خارج إطار الشرع الشرع محفوظ في مكانه وأدنى مساحة أرفية مساحة اجتماعية سياسية إدارية هؤلاء النواب ينظمون القوانين في هذه الدائرة اللي هي خارج دائرة الشرع كما استدلوا واستدل الشيخ النائمي بمقبولة أمر بن حنظل رواية يسموها مقبولة يعني مو كل شيء صحيحة ولكن تقبل مقبولة أمر بن حنظل على احترام رأي الأكثرية المجمع عليها أنا شوف أصحابك كما يقول الأمام الصادق له انظر إلى أكثر أصحابك على ماذا يجمعون والتي فسروها بالديمقراطية التيار الديمقراطي علماء التيار الديمقراطي فسرو أنها تدل على جواز الأخذ برأي الأكثرية وأن اللجوء إلى السلطة الدنيوية السياسية يعني غير المشروعة اللي هي ملك في عصر الغيبة كل سلطة سياسية تعتبر في الثقافة الشيعية وفي الفقه الشيعي الكديم هي سلطة غير مشروعة وغير الدينية في عصر الغيبة هاي السلطة الدنيوية اللجوء إليها ضروري لحفظ استقلال البلاد وبقاياها من أجل حفظ الإسلام ولو بصورة مؤقتة ومن باب الدفاع عن الوطن الإيراني فلابد أن نلجأ إلى الديمقراطية وإلى البرلمان وقد كتب المرزى محمد حسين ابن عبد الرحيم النائم اللي توفى سنة 1936 وهو تلميذ لشيخ الآخند كاظم الخراساني كتاب تنبيه الأمة وتنزيه الملة كتبه في أوج الحركة الديمقراطية في سنة 1909 عندما ألغى شاه محمد علي القاجاري الدستور الإيراني الذي أكره سنة 1906 كتبه في الدفاع عن الحركة الديمقراطية التي كانت موجهة ضد سلاطين القاجارية الغاصبين كما يسميهم الغاصبين الذين استولوا على السلطة دون حق من العلماء نواب الإمام المهدي العامين فإذن من حقنا أن نقل السلطة مع الأقل وقد انطلق النائم في كتابه من النظرة التوحيدية للسلطة فقال إن المالكية والقاهرية والفاعلية لما يشاء والسؤال وعدم المسؤولين هو يسأله وأحد ما يسأله هذه من صفات الله تعالى الله سبحانه وتعالى هو المالك هو القاهر هو الفاعل لما يشاء هو الذي يسأل ولا يسأل فلماذا يستولي على هذه السلطة السلاطين ويتصفوا بها ويصبحوا هم طغات فاعلين قاهرين مالكين لكل شيء ويسألون الناس ولا أحد يسألهم يتقمصون صفات الله سبحانه وتعالى سأل هذا السؤال وانتهى إلى التساؤل لماذا لا نحدد السلطان والسلطة بالضرورة القصوى لخدمة المجتمع وتنفيذ الشريعة ونعطي البقية الهوامش إلى الناس الناس المحرار في شؤونهم لماذا يكون الحاكم حاكما مطلقا ومالكا لرقاب الناس وظالما وقهارا وآسرا يفعل ما يشاء لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون لماذا يكون الحاكم هكذا ولماذا لا نقيد سلطة الحاكم ونشرطها بحدود نحط لها حدود يعني وقدم النائين مفهومين للسلطة متباينين يقوم الأول منهما بجميع درجاته على القوة والتعسف والقهر والتسخير والملك للأموال والناس وعدم المسؤولية مثل ما لا نشوفهم بالسعودية مثلا الملوك هكذا يملكون كل شيء ولا يحق لأحد أن يحاسبهم أو ينتقدهم أو يفكر في مزاحمتهم وعدم المسؤولية والاستعباد استعبدون الناس والألوهية يشعرون نفسهم مآلهة يعني في المجتمع هذا مفهوم مفهوم سيء وفي مقابله مفهوم آخر وهو يقوم المفهوم الثاني على الولاية من أجل الخدمة أن واحد يتكمس أو يتبوأ منصب معين حتى يخدم الناس مو حتى يستعبدهم ويكون رب عليهم وكالة عن الناس وباسمهم ويتسم بالأمانة والعدل والمسؤولية ويقوموا على الحق والحرية يحترم حرية الناس والقانون وحاكمية الله سبحانه وتعالى لاحظوا مفهومين مختلفين تماما للسلطة ثم قال ثم قال أن الحاكم العادل المثالي لا يوجد وهو كالعنقاء وأعز من الكبريت الأحمر وكذلك الأئمة المعصومون غير موجودين حسب الثقافة الشعية ما موجودين عندنا أئمة معصومين الآن فالحكام والبشر العاديون لا بد من تحديدهم وإذا كانت الأصمة أو التقوى تحدد الحاكم وتمنعه من الطغيان والتجاوز والاعتداء المفروض يعني فيه هكذا فإننا يمكن أن نصل إلى هذه النتيجة بالقوانين المسددة التي تحدد الصلاحيات للحاكم يعني ما يمكن نعتمد فقط على الضمير الباطني للحاكم إذا كان متقي وإذا كان وراء وإذا كان يحب الله ويخاف من الله ما راح يظلم ما راح يطغى ما راح يعمل كذا وكذا ولكن عادة الحكام صلاحياتهم بدون حدود وأعمالهم الشريرة أيضا بلا حدود فلابد أن نعصمهم بمجلس شورى فالإمام المعصوم ليس من الله إنما معصوم من الشعب يعني مقيد بصلاحياته بقيود الدستور والقانون وذلك عن طريق واحد كيف نعصم الإمام اليوم الإمام يعني الحاكم كيف نعصم الحاكم أو الإمام اليوم أولا بالدستور الذي يحدد الحقوق والواجبات للحاكم والمحكومين وهو بمنزلة الرسالة العملية المتعارفة عن مراجع الشيعة للدولة والمجتمع مو مسائل فردية الدستور رسالة عملية في المسائل العامة الشؤون الدولة اثنين ترسيخ مبدأ المراقبة والمحاسبة والمسؤولية عبر مجلس شورى من العقلاء والخبراء والقانونيين والسياسيين وهو الذي يمنع الولاية عن حكم يعني من التحول إلى الملكي والمالكية أنه أنا أصبح ملك يعني أملكي الشعب كله بما فيه وهو مسؤول أمام الشعب هذا الحاكم الذي يجعل نطلق على أساس الدستور ويراقب ويحاسب هو يسأل سيكون مسؤولا أمام الشعب وأن حفظ الشرف والاستقلال لأي مجتمع موكول بأن تمارس الأمة حاكميتها الأمة تكون حاكمة على الإمام في حفظ النظام الداخلي والتربية العامة وإيصال كل حق إلى صاحبه ورعاية المصالح العامة والدفاع ضد تدخل الأجانب مو يروح الملك يوقع اتفاقية بكيفه ويبيع البلد كما يشاء ثروات البلد أو يهيمن ويغلب المستعمرين على البلاد لحظة هذا كان متقدم جدا فعلا لأن هذا الشيخ النائيني متقدم على عصر بمئة سنة تقريبا حتى الآن كثير من الناس وكثير من العلماء والمراجع حتى لا يعرفون هذه الثقافة الثقافة الديمقراطية وحتى من عامة الناس شو نسألوا بالديمقراطية شو نسألوا بالدستور بمجلس الشورى خلي هذا نقاطع الانتخابات ونلغي البرلمان طيب بعدين شي يصير يجيك واحد يحكمك بصورة مطلقة وما تستطيع أن تقول شيء ويملك كل شيء بيده وحاول الشيخ النائيني الذي كان يواجه الفكرة المحافظ الذي يرفض التغيير دعا من أدنى محافظين وإصلاحيين أو ثوريين الفكرة المحافظ الذي يرفض التغيير حاول الشيخ النائيني أن يبرر شرعية ذلك بالقود إجاههم حتى يتفاهم مع عقليتهم شوية أنه يعني يقصد مجلس الشورى على نظرية السنة يعني أهل الحل والعقد وعلى نظرية الشيعة حيث يعتبر الفقهاء أو يعتبر الفقهاء نواباً للمهدي الغائب يخضع هذا المجلس الشورى لإشراف الفقهاء أو إشراف المأذنين من قبلهم فيسر حمل شرعي إذا أجينا عن نظرية السنية القديمة أنه على أهل الحل والعقد هم الذين ينتخبون الحاكم ويحاسبوه ويراقبوه ويغيروه إذا فسد يعني ويتألف كتاب تنبيه الأمة وتنزيه الملة للنائيني من خمسة فصول كرس الفسطة الأول منها أو من الكتاب لثبياني حقيقة مفهوم السلطة في الإسلام وسائر الشرائع والأديان وعند العقلاء والحكماء وأنه على الوجه الأول المتقدم العادل وأن تحوله إلى المفهوم الثاني التعسفي من بدع الطغاة والظالمين يعني يقول مفهوم السلطة بالإسلام وسائر الشرائع والأديان والحقلاء والحكماء تعني الحاكم العادل ولكن كيف يصبح هذا جائر ومتعسف وهذه الطغاة والظالمين هم الذين يحولونه كذلك وقال أن الشورى كانت موجودة حتى عند الأديان الأخرى والملحدين وعبدة الأوثان وضرب لذلك مثال بلقيس التي قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون لحظة القرآن يتحدث عن ممارسة الشورى في عهد بلقيس الملك بلقيس ومثال فرعون وقومه الذين تنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوة يعني قاعدوا يتواحثون يتناقشون فكان في مجلس الشورى مو أحد الفرعون كان يتخذ كل القرارات بالرغم أنه كان يقول أنا ربكم الأعلى فبين في الفصل الأول أنه مسألة الديمقراطية والشورى هاي مسألة طبيعية قديماً وحدثاً وكرس الفصل الثاني للحديث عن شرائية الدولة في عصر الغيبة وهاي كانت أقدة أقدة عند الشيعة لأنه من ألف سنة ألف ومئتين سنة الشيعة الإمامية كان يعتقدون أن الإمام يعني الحاكم يجب أن يكون معصوم وهذا المعصوم ما نعرفه من وجهه فإذن يجب أن يعين من قبل الله وقال الله كيف عين نبي عين إمام علي وتستلسل الإمامة والحكم والخلافة في ذرية الإمام علي وفي ذرية الحسين إلى يوم القيامة طيب وصلوا إلى الإمام الثاني عشر مهم الثاني عشر ما موجود غائب طيب ماذا نعمل يجب أن نجلس وننتظر هذا الإمام حتى يخرج ولا يجوز أن نقيم أي حكومة وأي عمل من أعمال الحكومة لأن هذا يصبح غصب لمنصب الإمام لمهمات الإمام فما يجوز أن حتى صارت الجمعة في فترة زمنية طويلة حرمها فقهاء الشيعة لأن هذا من أعمال الإمام وإحنا ما يجوز ناخذها يعني منطق هذا فأجه الشيخ النائين يحاول يفك هذه الأقدة وفكها في الحقيقة حتى وصلنا إلى الفكر السياسي المعاصر اليوم فقال أن القدر المتيقن هو نيابة الفقهاء العامة في الأمور الحسبية الأمور الضرورية يعني جدا التي يقطع بعدم رضى الشارع إهمالها مثلا واحد ميت وعند أطفال صغار ما يتركونها كذلك للشارع يجب أن يتدخل أحد فقيه أو غير فقيه ويرعى هؤلاء الأطفال ويحفظ أموالهم يحفظ نفوسهم يربيهم فهذه يسمون من أمور الحسبية ومنها النظم العام نظم البلد العام مو فقط مسألة فردية الفقهاء عادة كانوا يضربون مثل بهذا الأيتام ولكن الشيخ سويه يتطور أكثر فقال يعني نظام البلد العام هل يمكن يترك هكذا فوضى؟ ممعقولة يجب أن يكون أدنى واحد يدير البلد إمام يعني يدير البلد وهذا طبعا مناقض لفكر الغيبة والغيبة فكر غير عقلاني وغير معقول قال به بعض الناس وناس استمروا عليه وتخلفوا ومنها النظم العام وحفظ بيضة الإسلام إذا جاك عدو ليحتل بلدك ماذا تفعل؟ تتركه يفعل ما يشاء أو تقاومه والمقاومة تحتاج إلى قائد وزعيم وإمام وحاكم حتى لو قلنا بعدم ثبوت النيابة العامة في جميع المناسب لأن هذا أيضا كان بحث أنت فقهاء الشيعة أن الفقهاء كل فقيه هو نائب عام عن الإمام المهدي في مقابل النيابة الخاصة يعني أو لا بعض علماء كان يرفضون يقول لا ما الفقهاء ليسوا نواب الإمام المهدي أنهم جبتوا فرضية وهمية أنتم مختلقية وكلامهم صحيح على فرض أنه حتى لو قلنا بعدم ثبوت النيابة العامة في جميع المناصب إذن فإن ثبوت النيابة في عصر الغيبة في الوظائف المذكورة لا يسبب علاقة العالم يتدخل في الوظائف المذكورة من قطعيات المذهب لأنها أبرز أمثلة الأمور الحسبية يعني النظم العام وحفظ بيضة الإسلام وإدارة البلد لابد لأحد يدخل وكان طبعا ثقافة هي مرجعية وعلمائية هذه الأيام فإذن الفقه هو الذي يجب أن يتدخل حتى لو لم يكن نائبا عاما وقال الشيخ النائيني شوفوا هذا الإبداع عند الشيخ ما أعرف يعني كثير من العلماء يسمونهم علماء ومجتهدين والعظماء ولكن ما نشوف الإنتاج معين فالفكر معين معلزف الشديد وقال الشيخ النائيني حيث نعجز عن الالتفاف حول الإمام المعصوم المهدي المنتظر الغائب ما نقدر نلتفح ولو نجيب نسوي إمامنا اليوم مو بيدينا يعني وحيث افتقد نواب الإمام العامون أو افتقد النواب الإمام العامون اللي هم العلماء مقامهم ما عندهم سلطة هالشكل أن هم يعني يقومون بالحكم وقدنا ملوك ليحكمونهم وهم أخذون سلطة بيديهم ولا نقدر من إعادته إليهم ما نقدر نعيد السلطة إلى العلماء فيجب علينا أن نعيد صورة الحكم صورة الحكم الموجود حاليا هذه الصورة نعيدها من الصورة المطلقة أنه هذا حاكم مطلق مستبد مطلق التي هي غصب في غصب هاي سلطة الحاكم مو مشروعة كلها غصب في غصب هو مستولي على سلطة بالقوة ومأخذ كل السلطات وكل الحقوق وكل الحريات فإذن سلطته غصب في غصب فماذا نفعل نعيد هذه الصورة إلى صورة المشروطة لنظر للفكرة المشروطة للفكرة الديمقراطية حيث يتحدد الظلم بالقذر الممكن على أقل شوية نخفف من ظلم الحاكم وطغيانه فنجيب مجلس الصورة إلى جنب الحاكم وإن غصب السلطة من العلماء من قبل السلاطين إذا أجه السلاطين وغصبه السلطة من العلماء لا يوجب سقوط التكليف بتحديث صلاحياتهم أدوهم مو يروحون يجلسون في البيت ولكن قدر الإمكان يروحون يقيدون صلاحياتهم يشاركوهم بالسلطة يحددوهم يمنعوهم يضيقون صلاحياتهم هذا هو دور المشروطة هذه منحلة معينة ما كان يطرح مسألة هو يجب أن نقيم دولة الفقهاء أو دولة مثلا عادية لا هو الملوك موجودين في ظل هذه الملكية القائمة يحاول أن يقل الأضرارها وضرب الشيخ النائيني لذلك مثلا فقال لو غصب غصب أموال وقف وأمكن لنا أن نحدده بهايئة هو غصب هذا البيت أو هذا المشروع أو هذه مثلا البناية فنجيب ناس يحددون الغصب ماله ما يجي يلعب بهذا الغصب كما يشاء بعد أن عجزنا عن رفع يده إذا ما قدرنا نرفع أيديا عن الغصب نحاول نشكل فد لجنة هيئة لكي تقلل من جرائمه في هذا الغصب فإن وضع تلك الهيئة للمحافظة على ما أمكن من الأموال جائز هذا الشيء بديه يعني جائز بل واجب لدى جميع العقلاء مو بس جائز واجب أيضا وإذا كان الغصب للسلطة قد غصب رداء الله الكبرياء يعني السلطة العليا ومنصب الإمام وحرية الناس الملوك عادة فإن تشكيل المجلس يحد من غضبه أو من غصبه وظلمه تشكيل مجلس الشورى البرلمان يعني رح يحد من غصبه وظلمه ويبقى غصبه لمنصب الإمام أنه جاي قاعد مكان الإمام المعصوم فهذا بعد شن سوي لمن يقدر عليه وإذا تنبس ذلك بإذني من له الإذن إذا الملك صار ملك وصار حاكم وأخذ إجازة من الفقه من له الإذن يعتبر عملا شرعيا فعمل يصير شرعي كالمتنجس بالعرض يصبح طاهرا بهذا الإذن يعني هذا لغة الفقهاء هذه أنه هذا مثلا ثوب متنجس ثم تطهره بالمافيا يصبح طاهر بالشورى وبالديمقراطية شيء لطيف منطقة يعني منطقة فقهية ونفى ونفى في الفصل الثالث شيخ نائيني نفى المحاذير المتوحمة في حالة تحديث سلطة الملوك بالدستور ومجلس الشورى اللي ذول أصحاب المستبد كانوا يقولون ذلك فقال إن الحكومة منصب الإمام المعصوم والعادل أساسا يعني في الفكرة الشيعية ولأن الإنسان بطبعه مستبد ومحكوم بالشهوات ويحتمل في كل أحد أن يتجاوز الحدود الشرعية فلابد أن نقيده بقوانين خارجية مو بس داخل بالأخلاق والقيم والمبادئ في داخل نفس الإنسان قوانين خارجية تقوم مقام الملكات النفسية وأن الطريق للتخلص من الدكتاتورية والاستبداد ينحصر في مجلس الشورى هذا أيضا هذا مختصر الفصل الثالث الفصل الرابع ورده هو الشيخ النائيني رد في الفصل الرابع بعض مغالطات الحركة المعارضة للحركة الديمقراطية وناقش أهل تبريز ومقدسيهم الذين قالوا جماعة كان من أهل تبريز يقولون هذا الكلام من أنصار المستبدة لماذا تتدخل الرعية في أمر الإمامة الرعية رعاة مثل غنم ما عليهم حق يتدخلون بأمر رعي وسلطة صاحب الزمان الإمام المهدي شلون إذا يجيون الناس يدخلون فيها ويحطون نفسهم مشرفين على الحاكم وإذا كان القيام بسياسة أمور الدولة من الوظائف الحسبية ومن باب الولاية وهي من أعمال النواب العامين المجتهدين العدود فلماذا يتدخل العوام والممثلون النواب إذا اتنازلنا وقلنا عنه وهذه مهمة العلماء فشنو دخل العوام الجماهير يعني بدور العلماء هذا شيء محصول بيد العلماء فقط ألا يعتبر هذا نحوا من أنحاء الاغتصاب أيضا ذول الممثلين النواب اللي جايين في مجلس الشورى فذول أيضا رح يغتصبون جزء من السلطة فهذا ما يحق لهم هذا كلامهم الشيخنا أين يرد عليهم يقول إن أصل الحكومة الإسلامية شوروية وحق من حقوق عامة الناس المبدأ ولا يلزم أن يتصدى المجتهد بنفسه بل يكفي إذنه لإضفاع الشرعية وإذا أعدى حسب نظرية أيام الصفويين أيضا وإذا لم يتمكن بعض العلماء أو كلهم من إقامة الأمر فلا يسقط بالمرة بل ينزل إلى مرتبة عدول المؤمنين فيجون ذول النواب ومارسون هذه السلطة وإن المجلس هو للإشراف على الضرائب التي يعطيها الناس مو الملك يجي يحط ضرائب كيف وما ندري وين يودر الفلوس الضرائب إنما يجب أن يأخذ ضرائب بعدل من الناس ونعرف وين تروح الأموال هذه أموال الدولة للإشراف على الضرائب التي يعطيها الناس فيرسلونه وكلاء عنهم لمراقبة توزيعها ومحاسبة المسؤولين يعني أعتفد مهمة لمجلس الشورى هي مهمة أن هذا الملك يأخذ من أقتكم ضرائب حطوكم وكيل حتى تعرفون وين الأموال تروح وشي سوى بيها هذا المسؤول يعني فدلوفة أو فرد مدخل إلى التنظير للديموقراطية كما ناقش أدنائيني القول بعدم حجية أو شرعية رأي الأكثرية الذي تقوم عليه النظرية الديموقراطية فقال إن رأي الأكثرية من المرجحات لدى التعارض لما قد رأي يسير من لنأخذ هذا الرأي أو ذاك الرأي نشوف يا رأي يحظى بالأكثرية فنأخذه ويستفاد أيضا من مقبولة أمر بن حنظلة أيضا طلع من هذا المفهوم وهو الحل الوحيد لحفظ النظام لدى اختلاف الآراء وشي مسألة عقلية هي وأدلة لزومه نفسه أدلة لزوم حفظ النظام إيش لو نحن نقول حفظ النظام واجب فإيضا هذا أيضا واجب وقد التزم الرسول الأكرم في موارد عديدة بآراء الأكثرية كما في أحد والأحزاب والتزم الإمام علي بن أبي طالب في قضية التحكيم برأي الأكثرية وقال إنها لم تكن ضلالة بل سوء رأي ولأن الأكثر قالوا واتفقوا على ذلك فوافقت هم أنتوا اخترتوا هذا الرأي وأنا واتبعتكم أنا حاكم بس سمعت كلامكم وشرح النائيني في الفصل الخامس شرائط وصحة وشرائية تدخل النواب في السلطة وواجباتهم فقال إنها لا شيء سوى إذن المجتهد نافذ الحكومة واجتمال المجلس على واحد أو عدة مجتهدين أدول عالمين بالسياسة لتصحيح وتنفيذ الآراء وتطبيقها يعني أو هيئة من المجتهدين لمراقبة المجلس والإشراف عليه يعني شوفوا شقد يتعب الرجل حتى يثبت المبدأ الديمقراطي لأنه كان في حملة شعواء ضد أساس الفكر الديمقراطي وأشار النائيني أخيرا إلى تقسيم السلطات إلى سلطة تشرعية وتنفيذية وقضائية وكل سلطة مستقلة فقال إن الإمام أمير المؤمنين يشير إليها في عهده إلى مالك الأشتر وقال إن تطبيق الأحكام الأولية والثانوية الأحكام الأولية يعني منصوص عليها بالقرآن وبالسنة الأحكام الثانوية اللي تجي في سياقها في نفس المصالح العامة يعني قال يجوز بإذن الإمام المنصوب تطبيق الأحكام الأولية والثانوية يجوز بإذن الإمام المنصوب من الله إذا كان أكو إذن الإمام منصوب من الله أو من نائبه العام أو المأذون من قبل النائب العام اللي هو المجتهد على أساس في الفكر الشيعي ولكن الشيخ النائيني مع الأسف الشديد أسقط من كتابه الفصل المتعلق المتعلق بالنيابة الفقهاء العدول في عصر الغيبة في إقامة الوظائف السياسية ورعاية أمور الدولة والفروع المترتب على ذلك وتفاصيلها ما بحث هذا الموضوع هو أشار إليه ولكن لم يبحثه ربما كان يؤمن به بقوة أن الفقيه هو مثلا نائب الإمام في الغيبة وله السلطة الشرعية لذاته ويتضح من كتابه تنبيه الأمة وتنزيه الملة المهم جدا والذي سحبه من الأسواق بعد ذلك ولسيما بعد فشل المشروطة سنة ألف وتسعمائة وتسعة وما بعد ذلك أنه يتضح بعدما سحب هذا الكتاب وهو فكر بالمرجعية بالحقيقة وبالتالي كان فيه ضغوط عليه أنه إذا أنت تتبنى هالمبادئ ما رح تصير مرجع فسحب الكتاب ما أدنى صورة واضحة أو سبب واضح لسحبه منه مجرد تخمين يتضح أنه يقدم النظرية الديمقراطية التي تتألف من دستور ومجلس شورى يقدم هذه النظرية للحد من صلاحيات السلاطين الشيعة الملوك الشيعة يعني الذين كانوا في البداية يتلفعون بشرعية الفقهاء ويأخذون منهم الإجازات لممارسة الملك والسياسة يقولون إحنا من قدكم جايين فهو دخل عليهم من نفس المنطق وقالوا إذن هذا يقتضي أنه إحنا حد صلاحياتكم أنتم مقتصبين السلطة لا تسمعون كلام العلماء ولكنهم أخذوا بعد ذلك ذول الملوك يتهربون من قبضة العلماء وإشرافهم فكان لابد من تحديد سلطاتهم الغاصبة بمجلس يشرف عليه الشعب والعلماء هذا كان خلاصة فكرة يعني في كتابه هذا وتعتبر هذه النظرية في الحقيقة تطورا في نظرية النيابة العامة النيابة العامة كان الفقيه هو نائب الإمام فيعطي إجازة للملوك يحكمون باسمه ولكن ضلاق يحكمون كما يشاءون فقال لا يجب أن نقيدهم هاي خلاصة فكرة التي تطورا في نظرية النيابة العامة التي كان يقول بها عدد من فقهاء المدرسة الأصولية عبر التاريخ وإن بدرجات مختلفة لماذا؟ لملء الفراغ القيادي الذي حدث مع الغيبة فاخترعوهم نظرية النيابة العامة والقول بنظرية التقية والانتظار التي قال بها الأولون كانوا يحرمون العمل السياسي ويقولون نحن في عهد تقية ويجب أن ننتظر الإمام مهدي ولا يجب لنا أن نقوم بأي تحرق فبعدين ابتدعوا العلماء شفوا هذه النظرية ممعقولة إلى متى ننتظر وكيف ننتظر فقالوا بأن العلماء هم نواب الإمام وبالرغم من أن النائين لم يبحث موضوع الولاية العامة الحكم يعني الولاية العامة للفقهاء في عصر الغيبة أنهم باستطاعتهم الحكم حسب نظرية ولاة الفقه ولم يقل بها بصورة قوية في كتابه ما ينظر لها يعني إلا أن استعانته بالعقل ومحاولته توسيع دائرة النيابة العامة بالتصدي للأمور الحسبية المهمة كحفظ النظام العام وحراسة بيضة الإسلام وما شابه هذه المحاولة تعتبر محاولة عقلية للخروج من نظرية التقية والانتظار والقول بجواز إقامة الدولة في عصر الغيبة وهي النظرية التي كان يرفضها كثير من العلماء ويعتبرونها متناقضة مع صلاحية الإمام المعصوم المعين والغائب وبذلك في الحقيقة أحدث الشيخ محمد حسين النائيني يعني نقل في الفكر السياسي الشيائي ولو أنه لم يصل إلى نظرية الديمقراطية الكاملة أو إلى ولاية الفقه وكان هناك بعض العلماء في زمانه في زمان المشروطة من ينادي بإقامة النظام الجمهوري نسوي نظام جمهوري وانتخابات والناس نتخبون الحاكم ونضع نظرية الإمامة والتقية والانتظار وما إلى ذلك وراء ظهورنا اللي الآن الفكر الشيائي وصل إلى هذه المرحلة بعد مئة عام في الحقيقة ونأمل أن يترسخ هذا الفكر يعني إذا كانت هناك تجارب فاشلة أو فيها فشل نسبي أو جزئي لا يجوز أن نرجع للوراء ونلغي ما حققناه بعد أقود طويلة من الزمن إلى أن وصلنا إلى إقامة أنظمة جمهورية ديمقراطية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا لكم شكرا لكم